السلام عليكم لو عايز تشتري حاجة من امريكا والحاجة دي مفهاج شحن للدولة اللي انت فيها يبقى الحل انك تستخدم اي شركة من شركات الوساطة زي لينكس او مايو اس النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل الشركات دي و ايه هي افضل شركة فيهم انا محمد من قناة موتك خليكم معايا لو في منتج عايز تشتريه والمنتج ده مش متاح في بلدك و متاح في المواقع الامريكية بس زي امازون مثلا وامازون عليها بعض المنتجات اللي فيها اختيار الشحن لبعض الدول العربية لكن اغلب المنتجات على امازون مفهاش الاختيار ده فهنا بيجي دور الشركات الوسيطة واللي من خلالها تقدر تشتري اي حاجة من اي موقع امريكي مش بس امازون تقدر تشتري من اي ب اي من وولمارت تارجت بيست باي اي ب سي هوم ديبو وغيرهم كتير من المواقع كمان ممكن تشتري من الشركات المباشرة زي جوجل ابل مايكروسوفت وكل شركات الملابس وهحاول اجمع اغلب المواقع دي وهسيبهم في خانة وصف الفيديو الشركات الوسيطة نوعين هنقسمهم كده حسب الطريقة اللي بيشتغلوا بيها اول طريقة المواقع اللي بتديك عنوان امريكي تشتري الحاجة وتشحنها عليه ولما توصلهم هيحددولك قيمة الشحن ونسبتهم وبعد لما تدفع يشحنولك الحاجة لغاية البلد اللي انت فيها من اشهر المواقع اللي بتشتغل بالطريقة دي موقع مايو اس وهو موقع معروف ومضمون وده كان اول موقع اتعامل معاه للشركة بالطريقة دي كانت في 2015 تقريبا اشتريه التليفون وان بلاس وان اول ما نزل وما كانش مدح طبعا للشركة مباشرة من الموقع بتاعه فكانت دي الطريقة الوحيدة ان انا اشتريه عيوب مايو اس انه الاشتراك بتاعهم مش مجاني هو في الاول بيديك شهر مجانة وتقدر تطلب اي حاجة في خلال الشهر ده من غير رسوم اشتراك بعد كده لو قررت انك تكمل التعامل معاهم بعد الشهر المجاني لازم تدفع رسوم اشتراك شهري 7 دولار او سنوي 60 دولار لما بتسجل حساب جديد معاهم بيديك عنوان في امريكا خاص بيك العنوان ده بيبقى كامل في الولاية المدينة الشارع المبنى كمان صندوق بريد ورقم تليفون وبيبقى بنفس الترتيب اللي هيتطلب منك في اي موقع هتشتري منه هتدخل على الموقع اللي انت عايز تشتري منه الحاجة اللي انت عايزها وهتدفع تمن الحاجة وتمن الشحن داخل امريكا ده لو الشحن مش مجان لكن غالبا بيبقى الشحن مجاني او برسوم قليلة جدا داخل امريكا المهم لما الوردر بتاعك بيوصلهم هيبعتولك ايميل ومعاء الصور بتاعت المنتج اللي انت شاريه وهيحددولك المبلغ المفروض تدفعه لهم والمبلغ ده بيبقى عبارة عن عمولتهم ومصاريف الشحن لغاية الدولة اللي انت فيها خلي بالك ان فيه كتير من المواقع اللي بيشتغل بالطريقة دي بيعملوا حركة مش حلوة لما بيوصلهم الشحنة بتاعتك غالبا المنتج بتاعك بيبقى داخل كارتونة او باكس صغير على قد المنتج اللي انت شاريه هم يعملوا ايه طبعا هيشيروا المنتج بتاعك من جوه البوكس ده وهيحطوك بوكس تاني او كارتونة تانية بتبقى مكتوب عليها اسم الشركة بتاعتهم زي مايو اس مثلا بس البوكس ده بيبقى اكبر شوية وبيحسب لك مصاريف الشحنة بناء على ابعاد البوكس ده وده طبعا عشان تدفع انت اكتر وهم يستفيدوا اكتر طبعا مش كل الشركات بتعمل كده لكن في بعضهم بيعمل الحركة دي فخلي بالك نروح للطريقة تانية واللي بيشتغل بيها عدة مواقع زي لينكس مثلا اللي هتكلم عم المهاردة هو من افضل الشركات وارخصهم والمواقع دي طريقتها ببساطة انك بتشوف الحاجة اللي انت عايز تشتريها تاخد الرابط بتاعها وتسجله في الموقع ده زي لينكس مثلا وهو يحدد لك السعر الاجمالي بتاع المنتج والشحن والضرائب والجمارك وكل حاجة مثلا هنا لو بحثت عن منتج معين في الانترنت زي مثلا جهاز جيمان واتش الجديد هشوف لو موجود للبيع في الدولة اللي انا موجود فيها يبقى تماما شريع على طول بدون وصيد لكن انا عارف ان هو مش متاح غير في امريكا بس لغاية دلوقتي فهشوف المواقع اللي بتبيعه زي هنا مثلا في موقع بيست باي وكمان تارجت لو دخلنا على بيست باي هنا شغالين في امريكا وكندا والمكسيك اختار امريكا بس للأسف هنا بيقول لي ان المنتج غير متاح دلوقتي هنروح لموقع تارجت والمنتج عندهم موجود بعدين هنسخ الرابط بتاع الصفحة اللي فيها المنتج واروح على صفحة موقع لينيكس وعمل له بيست هنا وهنا هيطلب اني اختار شوية حاجات اولها ايه هو المنتج الفئة بتاعته ملابس او اجهزة الكترونية ولا ايه بالزبط هنا اختار الكترونيات بعد كده تختار النوع بتاعها بالزبط هنا مثلا اختار جيمين كونسول هيسأل على اللون لو المنتج ليه اكتر من لون والمقاس لو ليه مقاسات مختلفة لكن هنا طبعا هو منتج واحد ملوش لا الوان ولا مقاسات مختلفة فهسيب الخنات دي زي ما هي وبعدين اضغط على التالي اللي بعده هطلب مني ان انا احدد الوزن بتاع المنتج لو انت مش عارفه بالزبط سيكتب اي حاجة او سيبه زي ما هو وبعد كده دي النقطة اللي ممكن تفرق معاك في السعر في الاخر لما بيوصلهم المنتج بيعيدوا وزنه تاني ويشوفوا لو فيه فرق سعر بس غالبا ما بيبقاش فرق كبير وبعدين تسجل سعر المنتج بالزبط اللي انت تشتريه بالدولار والكمية انا هنا هكتب سعر المنتج 49 دولار وتسعة وتسعين سنت والكمية قطعة واحدة بس وهنا هيحسب لي التكلفة الاجمالية كام هنا ثمن المنتج وقيمة الشحن والمصاريف الاعداد بتاعته ولو فيه هنا ضريبة او جمارك هنا في السعرية فيه ضريبة قيمة مضافة بس لكن مفيش جمارك لان الحاجة دي اقل من 500 دولار وطحت خالص هنا جايب لي الاجمالي وده كل الفلوس اللي انا هدفعها باستثناء زي ما قلت لو فيه فرق في الوزن طب خلينا نشوف نفس المنتج ده لو انت هتشتريه وانت في مصر خلينا نسجل الاول حساب جديد احسن من log in اختار تسجيل حساب جديد تكتب الاسم والايميل ورقم التليفون والعنوان واختار كلمة سر للحساب وهنا هيجيب لي تكلفة المنتج بالجنيئ المصري لما اخترت الفئة بتاعته الكترونيات وبعدين اخترت اخرى مش جهاز العام ناخد مثال تاني لو هتشتري حاجة مثلا من الملابس هنا في قطع مثلا شعرها 8 دولار شحنها ب8 دولار الجمارك بتاعتها 3 دولار ضريبة 45 جنيه وتوصيل داخل مصر 25 جنيه فالاجمالي بقى 391 جنيه هو تمن المنتج لوحده تقريبا 130 جنيه بعد الشحن والضريبة ولازم انه وصل ل391 جنيه ودي طبعا مشكلة الجمارك والضرائب في مصر ملاش دعوة بالموقع ده ميس الموقع ده انك بتعرف اجمالي القيمة اللي انت المفروض هتدفعها ايه من البداية من قبل ما تشتري وساعتها تقرر اذا كنت تكمل ولا لأ والشركة دي شغالة في 3 دول بس اللي هي مصر والاموراتو السعودية تاني حاجة مميزة عندهم ان انت بتدفع مرة واحدة بس وبتتعامل مع جهة واحدة انت بتدفع كل الفلوس للينيكس وهما بيشتروا لك المنتج وبيشحنوا لغاية عندك انا قارنت بينهم وبين شركات تانية كتير ولينكس بصراحة هما الارخص الدفع بيبقى عن طريق الكريدت كارد لو انت برا مصر لكن في مصر فيه طرق تانية بتدفع بيها غير الكريدت كارد لو انت معندكش ممكن تدفع لهم كاش في الفرع بتاع الشركة في اسكندرية او ممكن تطلب مندوب ييجي يحصل منك الفلوس لو انت في القاهرة اقول اسكندرية بس طبعا مقابل رسوم 40 جنيه زيادة او ممكن تدفع عن طريق اي مكان يتفوري او عن طريق اداء على حسابهم في البنك وكل معلومات دي هتلاقيها على الموقع بتاعهم عشان الجمارك والضغايب ودي طبعا حاجة خارجة عن ارادة الشركة في شركات تانية زي اشتريلي واتفعلي بس دي اسعارهم غالية فلو حد يعرف موقع تاني كويس ممكن يقول لنا في التعليقات تحت بس ده كان فيديو النهاردة اللايك لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة شكرا على المشاهدة واشوفكم في فيديو جديد سلام شكرا على المشاهدة